اشتركوا في القناة والأولى أن المحامين في انتفاضتهم من أجل دفاع عن نقابة المحامين فقد أثبتوا أن نقابة المحامين صفا واحدا تدافع عن شرفها المهني وتدافع عن حقوقها المكتسبة وتدافع عن حماية أعضائها بكل الوسائل القانونية المدحة ومجلس نقابة المحامين وأنا أحد أعضائي حرصنا كل الحرص على أن نثبت هذا اليقين لديكم فاتخذنا كل الإجراءات التي تحافظ على مهنة المحامين في مواجهة الغزو وغزو التعليم المفتوح وفي تنقية الجداول مما نحتلوا جداول نقابة المحامين ليقترفوا أو يقتسموا معكم أموالكم ومندخراتكم التي ادخرتموها طوال سنوات الماضية نحن أتحب قضية واضحة وعادلة من أجل ذلك أنتقل لملابسات لنعقاد القادم في جدسة 15 جنايت وهي تحتاج الحرص الشديد والانتباه الشديد إلى محاولة من يندس في صفوفكم من أجل أن يبس أي دعاية أو يصير أي فتنة أو يصير أي معركة أو يلفت الأنظار عن القضية الأصلية لا هتاف ولا شقاق ولا خناق ولا أي شيء يمكن أن يعكر صف ووقار اليوم المحامون قادرون على الحفاظ على هيبتهم وعلى وقفهم بوقار شديد في محكمة نحن نعتز بمصدقيتها ونعتز بعدلتها ونعتز بقضاتها لن نسمح لأحد أن يدخلنا في معارك جانبية لا مع الشرطة ولا مع العاملين بالمحكمة ولا أن يفتعل حتى الحصومة البينية بين المحامين بعضهم البعض وأنا أقول لكل محامي إذا زميلك أو إذا خصومك أو حتى المدعين بالحق المدني أساءوا إليك أو أساءوا إلي فلا تقتربوا منهم لأن ذلك قد يكون مقصود لأن ذلك قد يكون القصد منه هو إصارة فتنة وعدوان جديد يصور أمام الرأي العام نحن أصحاب قضية عادلة نحن أصحاب قضية عادلة ندافع عن نقابتنا بأروحنا مش كلام، مش عبارات رنانة واقعة، أنتم موجودين فيه أنا حاسس أن كل واحد فيكم عنده استعداد يتحبص في سبيل الحفاظ على جداو النقابة المحامين زي بالظبط ويمكن أكثر مني من أجل هذا أؤكد على أنه إحنا أصحاب قضية وهنا ننتصر بها بإذن الله لكن قدرنا أن ندخل معارك كثيرة بيساهم فيها كثير من الملابسات وأيضا قليل من المحامين الذين يتربصون بمهنة المحامة بقصد انتخابي وواعث انتخابية وليس من أجل تحقيق لا صالح عام ولا صالح خاص ولا صالح محامة ربما بعضهم أصلا لا يعمل بالمحامة عملا حقيقيا أو عملا جديا لكن في النهاية الأمر هذا هو قدر المحامة وقدر المحامين أن يتحملوا المسؤولية ويتحملوا عبء المواجهة وشرف المواجهة أنا قررت أن أترافع في هذه القضية ليست تقليل من شأن أحد من المطرفعين من زملاء المحامين ولا حجبا لأحد منهم ولكن لحرصي على أن تكون هذه ليست قضية سامحة شخصية لكن دي قضية نقابة الموحامين ونقيب الموحامين أولى بالدفاع عن نقابة الموحامين من أي محامي آخر بالقطع هذه المواجهة تعني بالضرورة استعداد الكامل لتحمل نتيجة وجودي أمام المحكمة ومرافعتي أمام المحكمة ودفاعي أمام المحكمة لأني صاحب قضية عادلة لأني مؤمن بما أنا أقدمت عليه مؤمن بكل فعل وبكل قرار اتخذتوا واتخذوا معي مجلس نقابة الموحامين من أجل مصلحة الموحامين ومن أجل مصلحة الموحاماة ومن أجل مصلحة الوطن لأننا لما ندافع عن مصلحة الموحامين وعن مصلحة الموحاماة نحن ندافع عن الوطن لأن الوطن في حاجة إلى محاماة عظيمة في حاجة إلى محاماة وطنية في حاجة إلى محامين شرفاء محامين يدافعون عن وطنهم كما يدافعون عن حقوق الناس هذه هي رسالتي إليكم أرجو لكم التوفيق وأرجو لكم التمسك بوحدة صفوفكم وعدم الاستجابة لأي محاولة لصرف النظر عن حضورنا الوقور بالزي الرسمي بروب المحاما الحضور فرض كفاية مش فرض عين مش هنزعل من حد ما جاش لازم يبقى فيه قدرة أو فيه توزيع لأدوارنا وعشان كده احنا هنعقد مؤتمر ان شاء الله سيكون الساعة 12 في ناذي المحامين بالمعادي نلتقي فيه مع جموع المحامين اولا عشان اصافحهم جميعا فرضا فرضا ومحامي محامي واشكره ثانيا من اجل ان نتشاور وان نتحاور فيه قضيانة مختلفة المستخبل القادم باذن الله الذي سوف يكون للمحاما والمحامين عاشت نقابة المحامين للوطن وعشتم لنقابة المحامين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة